لحد هذه اللحظة السيد المالكي يعني بين لحد يعني وانا تحدث معك هو غير راغب في ان يكون في هذا المنصب لكنه قد يكون تحت ضغوطات الحزب او المؤثرين عليه بشكل واخر من الممكن يعني ان يكون السيد نور المالكي النائب الاول لرئيس الجمهورية على الرغم من انه لحد هذه اللحظة لم يعلن بشكل رسمي انه هو النائب الاول لكن اعتقد انه ثمت ضغوطات عليه لكي يكون حتى يحمي المنصب في حال غياب رئيس الجمهورية لأي ظرف كان وبالتالي من الممكن ان تدار مهام رئيس الجمهورية وليس كما كنا في الفترة السابقة لا وجود لنائب اول لرئيس الجمهورية وكان عندما يغيب او يسافر رئيس الجمهورية يترك الامر بعيد عن كل الصلاحيات الممنوحة الدستورية لهذا المنصب فبالتالي من الممكن جدا ان يعني يقبل بهذا المنصب وان يكون على الرغم من عدم وجود اعلان رسمي واعتقد هذا رأيي يعني اتحدث به بشكل خاص لا توجد لدي معلومة دقيقة استطيع ان اتحدث بها واقول نعم انه هو لكن الذي اقول ان النائب الاول لرئيس الجمهورية هو من استحقاق دولة القانون فسوى اختاروا النائب السيد النور المالكي ام غيره سيكون لهذا المنصب اشتركوا في القناة